اشتركوا في القناة اصدرت محكمة النجد حكم يهم للملاك والمستاجرين بشأن فسخ عجد الايجار رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه انقضاء العلاقة الايجارية بفسخ العجد او انتهاء مدته وحال اتفاق طرفيها على تجديدها اعتبارها ايجارا جديد وليس امتدادا لعجد الايجار السابق وان عجد السمسرة بطبيعته تكون استحقاق السمسار الاجرى المتفق عليها مع العميل بشرط ابرام الصفقة فعل نتيجة مساعية الوقائع في نزاح حول اجرة السمسرة في تأجير عقار مفروش وكاعة طعنين المقيدين برقم 397.410 لسنة 69 قضائية على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعام تتحصل في ان المطعون ضدها اقامة الدعوة رقم 294 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بالزامه بان يدفع اليها مبلغ 50 الف دولار امريكي والفوائد حتى السداد والتعويض عن التأجير على سند من انها بموجب عقد اتفاق مبرم بينهما اتفق على ان تكون المطعون ضدها بتأجير العقار المملوك للطاعن شؤا سكنية على سبيل المفروش لمدة خمسة سنوات لاي هيئة او شركة اجنبية مقابل ان يؤدي اليها قيمة اجرد شهرين على سبيل الاتعاب كما التزم بالبند الخامس من العجد المشار اليه بان يؤدي اليها قيمة ايجار شهرين عند تجديد العجد وفي تلك الاسناء نجحت وساطتها واوجدت مستأجر للعقار على ان يبدأ التأجير اعتبارا من اول اكتوبر 1992 وينتهي في 30 يونيو 1997 باقار شهرين مقداره 13.330 دولار امريكي وعندما قام الطاعن والشركة المستأجرة بتجديد العجد في اول اكتوبر 1997 طلبته بسداد ما يعادل ايجار شهرين لها تبقى لما اتفق عليه بالبند الخامس من العجد المؤرخ 12.6.1992 الا انه رغم انذاره واذاء ذلك اقام دعواه وبتاريخ 28 اكتوبر 1998 حكمت المحكمة للمطعونة ضدها بطلبتها عدد تعويض ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2681 لسنة 115 قضائية وبتاريخ 17 مارس 2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعن بان يؤدي الى الطعون ضد مبلغ 10.000 دولار امريكي وتأييده فيما عدا ذلك ثم طعن في هذا الحكم بطريقة النجد بالطعن الماثل كما طعنت المطعون ضدها على الحكم بزاة الطريق بالطعن رقم 410 لسنة 69 قضائية وذكرت مذكرة الطعن ان مما يعناه الطاعن في الطعن رقم 397 لسنة 69 قضائية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استنذ في قضائه للمطعون ضدها بأجرة سمسرة عن عقد لم تكلف من اي من طرفيه بالتواسط لابرامو ولم تبزل اي جهد الاتمامو على انه يعد امتدادا لعقد الايجار الاول المبرم بين الطرفين في اول اكتوبر 1992 رغم اختلاف كل من العقدين عن الاخر في المحل والقيمة الايجارية والمدة وهو ما يعنيه ويستوجب تقاضيه المحكمة في حيثيات الطعن قالت ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذا المحكمة ان السمسرة عقد يبرم برضاء طرفي فاسحدد اجرة السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فانه يستحق كامل هذا الاجر عند نجاح وسطته بابرام الصفقة فعلا نتيجة مساعية ومن المقرر ايضا انه من انقضت العلاقة الايجارية سواء بفسخ العقد او انتهاء مدة قضاء او رضاءه ورأى طرفيه تجديد هذا العلاقة فان هذا التجديد يعد ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للاجار الاصلي ولو كان بنفس الشروط المحكمة تؤكد انقضاء العلاقة الايجارية بفسخ العقد او انتهاء مدته وحال اتفاق طرفيها على تجديدها هو ايجار جديد وليس امتدادا لعقد الايجار السابق لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان عقد الايجار الاول والمؤرخ بتاريخ واحد عشر اتين وتسعين هو موضوع بالصفقة محل الاتفاق المؤرخ اتناشر ستة اتين وتسعين والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده وقد انتهت مدته في نهاية شهر تسعة سبعة وتسعين وكان العقد المؤرخ اول شهر عشر سبعة وتسعين هو بمثابة علاقة ايجارية جديدة نشأت بين طرفي منيتها الصلة بالعلاقة الايجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدته والاتفاق المحرر بين الطاعن والطعون ضده بتاريخ اتنين ستة اتنين وتسعين وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يتوجب نقضه دون الحاجة لبحث قانوني او جهة طعن وحيث انه عن الطعن رقم ربعمية وعشرة لسنة تسعة وستين قضائية وقد انتهت المحكمة ثلفا الى نقض الحكم المطعون فيه بانه يتعين القضاء برفضه زي ما حضراتكم شايفين دي صورة من الطعون رقم تلتمية سبعة وتسعين وربعمية وعشرة لسنة تسعة وستين قضائية ودي كمان صورة من رد المحكمة او حكم المحكمة زي ما حضرتك شايف بعد الاطلاع على الاوراق بسماعة تطوير الذي تلاه السيد المستشار والى اخره ودي باقي الحكمة بتاع المحكمة ووجدت ان فيه مش عارف ايه والكلام اللي حضرتك شايفه قدامك تقدر دلوقتي توقف الفيديو ولو حابب تقرأ النص كما ذكرها في بيان المحكمة تقدر تتفضل تقرأ دلوقتي كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر